شوفوا معي فرحة العيالي تبدل مدونة الأسرة الجديدة الرجل تحيد تلي الولاي على الزوجة اي ممكن لها تدير اي حاجة بلل ايدن دياله قدر تصوب الوليدة الوريقات وتدعوهم خارج المغرب بلاشواره وثاني حاجة في حالة الطلاق الرجل تتقطع عليه 20% من المدخل الشهري دياله ثالثا في حالة الطلاق الحاضن هو اللي تشد الدار هو اللي تسكن فيها ومو الأطفال دياله وغالبا القاضي تكون الحاضنة المرأة اذا الرجل تسكن وتمشي في حاله وخدر تكون بالاسم دياله رابعا في القانون القديم كانت النفقة الى الزوجة تتسقط عليها والوليدات تتولي وخصوهم يدبهم الى الزوجة المرأة اما دابا مع مرهة تتسقط عليها النفقة والوليدات تتبقى مع أمه وخد جوجة وهذا موضوع للنقاش انتم معه او ضد القانون تتسقط عليكم مع حركة من هذا السهم سوف تتسقط عليها نقطة تتسقط عليهم ايهاتي خرجت لكم تتسقط عليها بثافة لبنات بثافة النساء والرجال يوصلهم القانون جديد ويعرفون ويكتبون هم يكتبون في كومنترات انا كامراء وكزوجة مسلمة شعاري هو كتاب الله حقوقي وواجباتي هي اللي كان في كتاب الله هذه من جهة من جهة تانية كانت مننا من الله هاد الشباب وهاد الشبات اللي طالعين مقبلين على الزواج وحتى الأزواج والزوجات يرجعوا لكتاب الله ويقروا باش يتمعنوا في الحقوق والواجبات اللي يعطاهم لنا الله سبحانه وتعالى بلا منتنوا واحدة خور يجي يعطينا حقوق هذه من جهة وفي الأخير اللي بغيت نوصل لكم أنه لو كنا كنعرفوا ما لينا ومعلينا من حقوق وواجبات فيما يرضي الله انطلاقا من كتاب الله ما كناش نهائيا غنتنوا حقوق الدولة لأنه هنا سوف نوصلوا أنه تا واحد ما يضلم الأخير لا الزوج سوف يضلم الزوجة ولا الزوجة سوف يضلم الزوجة لها ولكن دائما سوف نعطي لكم بسبب المدوانة الأسرة الجديدة سوف يؤدي نسبة العزو في الزواج عند الرجال مرتف عادية البسطة حتى واحد ما سوف يبقى بغيت تزوج وكوشي سوف يدير بحال كريسيانا رونادو رونادو كوشي سوف يدير بحال رونادو ولد معها وليدت بزعب ولم تزوج بها لماذا؟ سوف يدير بالنصحة للأم لا تزوج يا ولدي سوف أعطي لك لأن في أوروبا وفي أمريكا لا تزوج بها لا تزوج بها لا تزوج بها رونادو نزق لأن القانون يقول أنا أشقيت وتعبت حتى تدلت التروى كاملة والفلوز كاملين لكي سوف تأتي المرأة وسوف تأخذ لي أناية النص في التروى لا يمكن تأخذي داري بإسم الحضانة لأن القاضي رادي مكعت الحضانة المرأة وليس الرجل هؤلاء سوف يتزوج ماذا؟ ماذا قال لي ماذا قال لي ماذا قال لي وماذا قال لي وماذا قال لي يا بلاد السيدة سوف يأكل شيء أو سوف تدور أو سوف يتعرف شيء آخر وتخيلوا معي تنظمتها تبنيها في الأخرى تطلبك تطلقها في الأخرى سوف تطلقها في الأخرى سوف تتحرك شيء آخر وتقول يتبغي ويقوم بحيث ويعيش لك خيارك لا تتحرك الساعة ويقوم بشأن هذا المدون سوف يكون المجتمع تردون مئات الملايير الضوئية اللور لن تكونوا واقعين ولكن نحن بطبيعة الحال هذا حاليا يتصادق القانون ويقوم بعمل المراجعة قريب سوف يتصادق ولكن صاحب جلال الملك محمد السادس قال في الخطاب لا يمكن أن أحلل ما حرمه الله لا يمكن أن نحلل شيء حرم الله ولا يمكن أن نحلل الله حرمه فهذا العبارة واضحة لأن نحن دولة الدين الرسمي هو الإسلام ويحكمون آمين المؤمنين فهذا نحن دولة إسلامية قوانين إسلامية والقانون الإسلامي في هذه الأمور أضطرها 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 إذا أنا أعطيت لكم السيدة كيف أستطيع أن أنا في حكم الدين فهذا ونحن نحن نحن فيه ونحن نحن 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 من المرأة حتى 20% ستقع نحن نحن ستقع من المرأة ونحن نحن للمرأة سوف نقول لكم أحد الحضرة لكي نكونوا واقعين لكي نحضروا موضوعين في هذه الحضورة في هذه الحضورة الرجل لا يحطي النافقة للمرأة في هذه الحضورة لكن القانون يجب أن يحطي النافقة لأولادك حبيب بيس لا أخير لأن إذا أولدت مع تلك السيدة وطلقتها واجب عليك أن تصرف على تلك الولادة واجب عليك أن تصرف على تلك الممتلكات وفي هذه الحضورة أخرى أنا ضدها ضدها تماما سوف تقول لي أن الله تقول للمرأة كيف حتما هذه المرأة كثيرا كيف حتما كيف حتما يبطع ولكن لا شيء يرهد كيف حال لاحق أن تطلق سيارة سيارة كينين كينين بحالك لا ننكر كينين كينين نساء مظلومات كينين ولكن كين نساء أخرين يتعملوا هذا الوضع للصالحة المهمة كيف حدث الزواج عندهم تجارة بيعوشرة ضربة تزويجة الأول والثاني والثالثة والرابعة والخامسة وكل واحد يجر منه لأن هذه الحالة كانت نفقة تسقط في حالة زواج المرأة من أجل آخر كينين تبدل لها مطلقة المطلقة المتزوجة كينين تبدل لك تسقط نفقة الرجل يجب أن يكون أو في حالة بلوغ أو وصوص سن الرجل سوى البنت سوى الدريلة البنت تبقى مسؤولة من أبوها الدريلة كوصلت 18 عام لا يجب أن يعطيه لذلك المرجو إعادة النظر في مدونة الأسرة المرجو إعادة النظر في مدونة الأسرة لأن مدونة الأسرة لمشت طبقات أغي المتزوجة عند الرجال مرتفع الوحدة النسبة هائلة كيف هذا الشاب المغربي لا يجب لا يجب سمعوا سمعوا جيدا نقول الله سنعرف الرجل المغربي لا يجب أن يكون مدونة الأسرة سمعوا 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 سيقول أن المتزوجة لا يجب أن أعلم سعر لا يجب أن يكون مدونة الأسرة السفقة لأنه يستطيع أن يجب أن يستحل والسفقة وأنه يستطيع الأقس لا يعرف ما يمكن سيئ على المغربي سمعوا السفقة 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 سمعوا أعلم الحين لك تعيش في البلاد كيف سيعيش كيف سيعيش هذا الإنسان والإنسان الذي سيتزوج به هذا قلنا أنت أضخوا يعني قلنا أو الثاني البلندن المدونة الأسرة يقول هذا البنت الذي سيطلقها بها ماذا يكون ضمالية هذا البنت سيطلع بنت الناس ماذا يكون ضمالية أنا؟ أعطوني دامانة وحدة سيطلع بنت الناس الله أعلم أنت دامانة نهائية لأن هذه البنت تستطيع أن تزوج به لكي تدعي الممتلكات لها نصف الممتلكات تستطيع أن تجدها صيدات وعندهم الفلوس أعرى لي أعطي الأشرف حاكمي مع الزوجة التونسية كنت أشرف حاكمي كلما كتبت للممتلكات أعطي الأم أعطي للأم أعطي أعطي الأمازون لن تضرب مع سنوات أعطي الأخير تسمع هذه التروازية تخيل أن السيد هو الذي يصبح أمبراطوري أعطي الأمازون هم أعطي الأمازون أعطي الأمازون أعطي أن تتعلمها جديد تخيلة وعندما تشعر أن تتعلمها أعطي الأمازون عندما لا تتعطل فرقة ماك عرفت واحد سواء عرفت تشوف الحلال ولا ضب الرأسها مهم عرفت واحد جديد واذا كشري فلوس لدرشين شكامل وغير في الأمر أن الدار اللي بنت تساكن فيها ولي في ملكك نهار طالق ولكن الوليدات غادي تخرج من الدار وغير تبقى في دارها مواززة مكرمة دارك اللي تبتي لها ولي بنتي لها ولدرشي لها ولي تأخذ الماء ومشي غادي تتعب وما بغيتش تطلق سيطلق صحة منك الشقاق طلق الشقاق لمن ما دارها الطلق الشقاق نسبة طلق نسبة صاروخي لأن في الأول كان طلق في أوفع اسمة الرجل الرجل هو يطلق بغي يطلق ما بغي يطلق لا 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 طلق لعس ما عند الراجل بغي يطلق يطلق بغي يطلق ومشي غادي تتعب أنا أعرف ولكن هناك حالة المدونة القصرة في صف المرأة لذلك الرجل سترى أنه رأسه سيقول للمشي غادي أنا لننزوج ولا نزوج ولننزوج أنا لنزوج أريد أن تزوج إلى رساري بغي يصول جاء أريد أن ادخل رأسه قناة مرتاح بيس مع رأساتي ما نزوج مواله صعب يمشي نخرج ندور نسركل يقول لك ما يقول لي رأسي نديره ممت باخير وبعد حاجر قدي نديره عندما لم تشجعوا على ذلك لماذا سيقول لك نزوجه ما نزوج مقناة دير رأسي مقناة باخير فالإخوان أنا مكرر حتى نشوف الأعراء ديركم صراحة سواء عيالات سواء نساء من أجل أن من أجل أن أجل أن تنكر هذا الزواجة لا يقول لك أنا الزواجة لا يمكن أن ترى حتى يجب أن ترى أن أجل الحياة فالذلك يجب أن أعادة النظر في المدونة بسبب أن يقول لي عزوا في الزواج عن الأشخاص أو أن العائلة يقول لي لا تبقى مع من يتزوجه كان الراجل يقرى أن يتشجع أجل الزواج كان يقول لها البناء تفهم القوالب والغروبات وما غيروها من ذلك وما يعرفون ماذا كانت غروبات أو صحيح الخاوية أحد يتعرف على أحد الأجزاء أنه سيدخل المؤسسة الزوجية وسيرتاحها وكيف يقول الأخرى عندما أحد المخطط خر وخوادك هنا مدلة أي شيئ ما يبدو الأمور ونحن نرى دائما بالمنظر أن المرأة المضلومة والراجل والذي يدعلم لا رأس أنه لا يكون الراجل مضلوم هذا ما يريد أن نركزه على هذه الأخوة فنكر أن المضونة الأسرة يوعدوا النظر إليها ونحن نتقف القانون المغربي بطالة الحال ونرى الحمد لله تحت القيادة الراشدة صاحب جلال ملك محمد السجيس رأى ذلك شيء الذي أردنا في قبيله لا يمكن أن أحلل لما حرمه الله وذلك شيء الحل لله لا يمكن أن يتحرم فنحن الحمد لله تحت القيادة الراشدة صاحب جلال ملك محمد السجيس نرى غالي يداد onto المدونة الأسرة هذا الوقت لديك شيء يعيش المجتمع دينا فهذا الشيء الذي كنت من الفيديو كلنا نجبكم من سواء لكم تبارتازي وتغطيروا الآراء ديكم سبارك الله عليكم